كمرة أخرى مرسل الغد في الأغوار خالد بدير يعني الأغوار تلك المنطقة في الأساس ليست منطقة سكانية ليست منطقة مأهولة بالسكان هي منطقة زراعات في المقام الأول من نظم لهذه المسيرة في تلك المنطقة الزراعية إذن؟ حتى نكون دقيقين هي كانت مأهولة بالسكان حاليا عدد السكان الفلسطينيين بلغ 55 ألف مواطن فلسطيني كان العدد أكبر بكثير كان يتجاوز 150 ألف هذه الألقام تناقصت بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار الإسرائيلي من خلال الطرد المباشر وعمليات الترحيل والهدم والاختارات والمصادرة وعمليات التوسع الاستيطاني وإعلان المناطق العسكرية المغلقة هنا الأغوار الفلسطينية بمساحتها تشكل سلة غذائية بالنسبة للأراضي الفلسطينية وتحديدا في مناطق الضفة الغربية هنا كافة الأراضي خصبة هناك وفرة في المياه لكن الاحتلال الإسرائيلي رضم عشرات الأبار الارتوازية وكذلك أيضا سيطر على البقية من خلال طبعا ما تدعى ويطلق عليها الشركة مكاروت الإسرائيلية وهي الشركة التي تكون بنقل المياه من الخزنات المياه الفلسطينية والأبار الفلسطينية باتجاه المستوطنات تمر خطوط هذه المياه من خلال التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية ويحرم المواطن الفلسطيني من أن يأخذ لتر ماء واحد في مقارنة من خلال منظمة بيت سينيم قالت بأن المواطن الفلسطيني يحصل على خمسة عشر لترا فقط يوميا لاستخدامات الحياة المتنوعة لديه فقط في المياه بينما يحظى المستوطنون بأربعمائة لتر من المياه فقط الاستحمام وهنا التناقض يأتي من خلال ما تدفع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي هيئة مقاومة الجدار وفعاليات محافظة الأغوار وكذلك المدن الفلسطينية هنا لا يكتصر فقط العدد بما نشاهده بالكاميرا فقط من مناطق الأغوار من تولكرم جاءوا من نابلس من جنين من رامالله من بيت لحم من الخليل حتى من سلفيت كلهم جاءوا اليوم إلى مناطق الأغوار لإصار رسالة واضحة تحمل أن الآن ليس فقط لأشعارات وإنما العمل والعمل يأتي من خلال زراعة الأرض والاستثمار بها ودفع الحكومة الفلسطينية على تعزيز وتسخير كافة إمكانياتها إلى الأغوار الفلسطينية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني والمزارعين لماذا إذن خالد اختاروا تلك البقعة فقط من الأغوار الأغوار أوسع وأرحب بكثير من تلك البقعة التي تتواجدون فيها الآن ما هي رمزية تلك البقعة؟ الرمزية هي في الجهة المقابلة حقيقة في الصورة الآن العدسة الكاميرا تذهب إليها هذا ما يتحول عندما يأتي جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر كتائب إضافية إليه هنا في مناطق الأغوار فقط يجلسون هنا ومن خلال يافطة عمام الشارع الرئيسي يكتب عليها منطقة عسكرية مغلقة هكذا أصبحت الأرض فعليا بالنسبة للعقلية الإسرائيلية هي تتبع للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي نشاهد خيم جنود الاحتلال الإسرائيلي بعض المتاريس جيش الاحتلال المدجج بالسلاح وكذلك أيضا المعدات التقلية التي يحضرها إلى هنا ويجري عمليات التدريبات المباشرة هذه المنطقة هي تلخص حال الأغوار حقيقة منطقة يرزا ومناطق المالح بردلة وكردلة والفارسية وأم الإجبال وإما لقبة عديد من المناطق تحولت بهذا المشهد من خلال المناطق العسكرية المغلقة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي حقيقة من خلالها السيطرة وتعزيز نفوذه في مناطق الأغوار لاستراتيجياتها لأنها تمتد من الشمال من منطقة بردلة وكردلة وتنتهي إلى حدود البحر الميت نتحدث عن حد استراتيجي على الحدود الشرقية مع المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي ما ستناقشه الحكومة الإسرائيلية وتعززه يوم الأحد المقبل من خلال الموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية هذا يلقي بظلاله بالتأكيد على عدد من الإجراءات هذا يتمثل أيضا بسيطرة الاحتلال على مداخل الأغوار نتحدث هناك حاجزين للاحتلال الإسرائيلي حاجز تياسير في المنطقة الشرقية الشمالية من محافظة طباس وحاجز الحمراء إذا ما أغلق الاحتلال هذه الحواجز فعليا يتم عزل منطقة الأغوار عن بقية محافظات الوطن وبالتالي هذا تكريس فعلي لعملية السيطرة على الأراضي هنا يأتي هذا الأمر طبعا من خلال رمزية هذه المناطق عندما نتحدث عن منطقة عسكرية لا يوجد بها شيء عسكري لا نقبق استراتيجية في هذا المكان كما تشاهد أنت في أخفض منطقة في العالم وبالتالي هذه الجبال لاحقا تتحول إلى بؤر استيطانية يأتي أحد المستوطنين برفقة بعض المواشي يضع عليها حدود وبعد ذلك تتحول المشهد الإسرائيلي ما بين الصورة العسكرية والمشاريع الاستيطانية يتحول إلى تحويل هذه المساحات إلى حزام استيطاني يعزز من تقسيم وفصل الأغوار ويطرح بالتأكيد تعزيز الصورة الإسرائيلية فيما يتعلق بفرض السيادة لكن الفلسطينيون اليوم وأمام هذا التجمع الأكبر حقيقة منذ سنوات في مناطق الأغوار الشمالية يؤكدون على ضرورة العمل وضخ الإمكانيات قبل قليل كنا مع عزام الأحمد أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة الفتح وأكد بالتأكيد على ضرورة العمل وتسخير كل الطاقات باتجاه مناطق الأغوار متناسيين كافة الخلافات الداخلية لأن مواجهة صفقة القرن تبدأ من بوابة الأغوار لأنه لا عاصمة فلسطينية ولا دولة فلسطينية دونما الأغوار بالتأكيد لأهميتها الاستراتيجية والتاريخية والزمانية والتنوع الديمغرافي حقيقة التي تشهده مناطق الأغوار الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر